نحو عشرين قراراً اتخذها المجلس الرئاسي حتى الآن منذ بدء المظاهرات في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي والتي طالب فيها المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين في قطاعات الدولة آخر هذه القرارات وربما أهمها هو ما اتخذه الرئاسي بشأن توسيع صلاحيات البلديات وتخصيصه مبلغ ملياري دينار لتغطية نفقاتها على أن تغطى نفقات التسييرية بمليار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي والمليار الآخر من خلال الإرادات المحلية المستهدة في تحصيلها على أن يوزع المبلغ المخصص من عائدات النقد الأجنبي وفقاً لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية إلى جانب تخصيص نسبة مماثلة لكل بلدية من قيمة الإرادات التي تتحصل عليها كنوع من التشجيع لها ورغم أهمية هذا القرار إلا أن عمداء بلديات أكدوا للأحرار أن أحد هذين المليارين والمتعلق بالإرادات المحلية سيصعب بل قد يستحيل تحصيله خلال السنة الحالية نظراً لعدم توضيح رسوم الجباية من القطاعات المختلفة والارتباط عدد من القطاعات حتى الآن بالوزارات والحكومة المركزية فضلاً عن طرح تساؤلات أخرى فيما يتعلق بآلية صرف المبلغ المحدد مع المركزي والمشاكل حول التعداد السكاني الذي لم يجري تحديثه منذ أعوام وضمن مجموعة من القرارات الأخرى أصدر المجلس الرئاسي قراراً باستحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الإسكان والتعمير بديلاً عن هيئة الإسكان والمرافق السابقة ويتولى مهامها على النقاصة كوزير مفوض لها كما أصدر الرئاسي قراراً بأعادة تشكيل مجلس أماناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة النائب أحمد معيتيك وعضوية عدد من الوزراء إضافة لتكليف النائب عبسلام كجماء برئاسة الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومع هذا الكم من القرارات والتكلفات التي أصدرها المجلس الرئاسي منذ أكثر من أسبوع يتساءل كثيرون عن مدى نجاعة هذه القرارات الجديدة في إضفاء إصلاحات حقيقية على القطاعات الخدمية لسيما التي تمس المواطن منها أم أنها ستكون مجرد مسكن لامتصاص غضب الشارع الذي ذاق مرارة ترد الخدمات على كافة الأصعدة